حراج تفتكر للحادثة بتاعت الانتخابات الأمريكية بتاعت هيلاري كلينتون رئيس الحملة بتاعة هيلاري كلينتون لما الميل بتاعته اتحكر اتحكر زي تاكر بطريقة بدائية جدا محدش مصدقها جاله ميل كأنه من جوجل ومكتوب عليه الجوجل بتاعة جوجل وكل حاجة قال له انت في حد حصل على الباستور بتاعت الميل بتاعتك ولازم تغير الباستور بتاعتك دلوقتي حال والميل جاي من ميل مكتوب ازاي بقى يعني حاجة نوربلاي ات اكاونس دوت جوجل دوت كوم هو مش حاجة اسمه اكاونس دوت جوجل دوت كوم هو جوجل دوت كوم بس دايما يكتب لك حاجة شبهها او يكتبها لجوجل مثلا عشان تخدع اه بدل جوجل اللي واحدة يكتبها جوجل او بدل او او تبقى ثلاثة او مثلا تبقى حاجة شبيهة قوي بالدومين الاصلي وقال له لازم تغير الباستور بتاعتك ورحمة طلع له كده شاشة قال له اتكي على اللينك ده عشان تغير الباستورد طلع له شاشة هي جوجل يعني فتح له جوجل دخل الباستورد بتاعتك القديمة ودخل الباستورد الجديدة رحمة دخل الباستورد القديمة اللي هي بتاعت الميل هو ما دخلهاش لجوجل هو بعثها للهاكر فالهاكر بقى عنده الباستورد بتاعت رئيس حملة الانتخابية لشخصية سياسية كبيرة جدا على مستوى العالم يعني حركة بدائية جدا فده يخدنا يعني الحاجة اللي بتجيلك بقى يجيلك لينك صفحة مثلا فيسبوك يقولك الفيسبوك دخل اليوزرنين بتاعك ما تصدقش جوجل ما تصدقش اتكي على اللينك ده ما تتكيش على اللينكات لازم توقف على اللينك الاول تتأكد الاسم صحيح ولا الاسم فيه يعني اتأكد من الاسم ممكن يكون لعب في حرف فيسبوك ممكن يكتبها فيسبوك والك دبل ك ممكن تلاقي فيسبوك بدل أو قوت لها تريبل أو ممكن جوجل يعني يلعب في حرف واحد ما تاخدش بالك من الفرق لازم نركز في الحاجات دي لينك جايلك من ميل من مصدر غير مجهول اوعى تتكي عليه ما تدخلش باسور غير في السايت اللي انت داخل عليه بنفسك يعني انا داخل بنفسي كاتب فيسبوك دوت كوم ودخلت اللي بيزنين باسور جتوعي لكن واحد بعيت لينك راح اللينك فتح لي صفحة فيسبوك ما تدخلش بيزنين باسور بتاعتك ابدا يعني لازم انت اللي بنفسك لك الصفحة طب حدق فاكر لما كنا على فيسبوك يقول لك شوف انت شابه مين من الممثلين اه او خش اختبار مش عارف انت تستحق منصب ايه والحاجات دي صح كان فيه على فيسبوك فترة لالجيم ده ويقول لك خش هتتتكي على لينك تقوم ودأ فتح لك صفحة تانية يقول لك ادتكي على الزرار ده عشان تعرف تتشبه مين من المشاهير يوم يعود يلف يلف كده بعدين يقول لك ايه عشان دي يظهر لك النتيجة اتدخل لنا اليوزر نيم والباسور بتوعك عشان يتأكد ان انت صاحب الاكاونت طبعا انت بتدخل اليوزر نيم تدي هدية للهاكر اللي عمل القصة دي خد الاكاونت ما تدخلش اليوزر نيم والباسور بتاعتك ابدا في اي حتة غير في الصفحة اللي انت تاخد عليها بنفسك مش عن طريق لينك اتبعت لك فدي قاعدة مهمة جدا طيب ايه اشهر او الاكثر رواجا في وسائل للنصب الالكتروني عندنا هنا في مصر ايه اكتر حاجة لاحظتوها كخبراء امن معلومات هي طبعا الحاجة في حاجة سنا السوشال انجينيرين السوشال انجينيرين دي الهندسة الاجتماعية ان انا بدحك على الناس بالاستعطاف او بالخداع الكلام يعني فيه ان انا ممكن اهاك حد او اتكع ليه او يعني احاول اخترق الحساب بتاع دي ليه طرق لكن انا ابعت له رسالة اقول له خلي بالك انا محتاج انا مزنو انا مش عارف انا من ضحايا حرض كذا كذا ومحتاج مساعدة فده استعطاف او ان انا اقول له مثلا انت هتاخد جايزة ولو ما ردتش على دلوقتي حال الجايزة هتروح عليك دي اسمه الهندسة الاجتماعية فيه مثلا ان انا ابعت له اللي هي المشهورة اول اللي هو انت اكسبت وديني الكريد الكارد التاعج احصل ببنك عشان احولك علي المكسب والموضوع بيتطور بقى بالتليفون اللي هو حضرتك قال له حضرتك كسبت الوقت في التليفون انزلي المكنة فاوري المكنة يعني مش عايز اقول دعاية المكنة التحت الوقت دي اللي هي بتحول فلوس وانا هكلم الراجل يقول لها دين الراجل بتاع المحل ده يكلمه يقول له حول لي على حسابي مبلغ كذا كذا والستة لقدمك هتدفع لك الفلوس الراجل ما يعرفش ما يعرفش ان الراجل ده ده هي اللي ما اديه له التليفون بإيه بالزبط كده فبيقول له قاله حول لي 5000 جنيه والستة هتتطحهم لك كاش دلوقتي يقوم حولهم له على الرصيد اللي يدهوله يروح يقول الستة تديني بال5000 جنيه تقول له 5000 جنيه ايه ده نجاي اخد فلوس بالزبط كده فهي الموضوع ده انتشر جدا وحصل في ناس غلبة تلك فتاني محدش هيديلك فلوس بلا مجهود يعني وانت قاعد كده وبعدين ما تدخلش في حاجة مش تحت اشراف الدولة يعني النهاردة في حاجة تحت اشراف البنك المركزي تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي تبقى حاجة واضحة جدا ولو انا مش متأكد اتصل واسأل يعني مثلا في شركة بتقول لي انت اكسبت كذا طب ما انزل روح الشركة واسأل يعني انا شركة موبايل كلمتني مثلا لو عاصبي المثال يعني قالتلي انت اكسبت مثلا كذا يعني اروح اي فرع من شركات الموبايل للفرع بتاعها انا في واحد تكلمني قال لي ان اكسبت هو كان بصحيح اتأكد والله ما قالوا لي لأ خلاص الحمد لله اتطمنت حاجة انت اكسبتك مسابقة اخش على اي صفحة من صفحات وزارة التضامن اخش على جوجلاز اهل في مسابقة اسمائي كده تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي مفيش خلاص يبقى الراجل ده بيحك علي لكن مفيش حد بيكسبك حاج كده يعني من بره ما تأثقش في حاجة بره اشراف الدولة انا عايزين ننصق في الدولة بتاعتنا دولة بتاعتنا من المواطن كويس قوي والبنك المركزي وزارة التضامن بيحاولوا يحمل المواطن على قد ما يقدروا يعني فيعني اي حاجة بره اشراف الدولة لا تأثق فيها تماما